عشية الذكرى التاسعة والعشرين لاتفاق أوسلو أكد رئيس الوصراء محمد اشتيا في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية أن إسرائيل استمرت بإجراءاتها المخالفة للاتفاق وخرقت وألغت معظم بنوده الأمر الذي يدعو للتوقف عند ذلك ومراجعته الذكرى تسعة وعشرين لاتفاق أوسلو الذي لم تبقي منه إسرائيل شيء يذكر حيث ألغت معظم بنوده وضربت بها عرض الحائط ألغت الشبق السياسي والاقتصادي والجغرافي وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي واستمرت بإجراءاتها الأحادية وعنوان ذلك الاستيطان واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق وأوقفت الإفراج عن الدفع الرابع للأسرة التي كان من المفترض أن تضم الأخ كريم يونس وإخوة آخرين والأسرة المرضى بما هو مخالف للاتفاق خلاصة القول إسرائيل خرقت بل ألغت معظم بنود الاتفاق الموقعة معنا وهذا الأمر يدعون إلى التوقف كثيرا عنده وعلينا مراجعة ذلك هذا وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد الإسرائيلية بكافة أشكاله ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية لتصبح هذه الإجراءات الإسرائيلية سياسة حكومية رسمية إن تصعيد الإسرائيلي ميدانيا سواء كان ذلك بأدوات القتل المبرمج أو الاستعمار الاستيطاني الممنهج واكتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والتضييق اليومي على حياة الناس والدخول إلى قلب المدن الفلسطينية والتحريض الإسرائيلي اليوم المتكرر ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية وعندما تنتخب هذه الأحزاب تصبح هذه الإجراءات سياسة حكومية رسمية وحول ادعاء إسرائيل أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة أكد اشتيا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة والمس بمؤسساتها تدعي إسرائيل أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة إن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة والمس بمؤسساتها ونحن نقول لإسرائيل نحن لا نريد تعزيزاتكم نحن نريد حقوقنا الوطنية نحن نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي نحن نريد للشرعية الدولية أن تسود وللقانون الدولي أن يكون الحكم وشعبنا ونحن معه لن يرضى ولن يقبل مواصلة العدوان على أرضنا وشبابنا وأهلنا الحصار على غزة يجب أن ينتهي والعدوان على القدس يجب أن يتوقف والاستيطان أيضا يجب أن يتوقف وهذا ما يريد شعبنا وهذا ما نريد إلى ذلك شدد رئيس الوزراء على أن الاختباء وراء غياب الوفق السياسي وانشغال العالم في أوكرانيا والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل لا يمكن أن يكون غطاء لجرائم الاحتلال وعلى العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل وينظر إلى ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم المرضى الذين يصارعون الموت كناصر أبو حميد وأمهات ينتظرنا لرؤية فلاذات أكبادهن جثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات والسجون أكرم مفروغ تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر